جدية واحد اخرى باشتس ان انت المباراة لو كانت نهازم ادوها خلاص احيقل عندك الحظوظ قليلة حتى وتتعادل امام منتخب فرنسا اقول عندك فرصة المهم هو انك تحافظ على المستوى اللي قدمته في المباراة الأولى وترفع منه والزيد ترفع منه الاشكال اللي يكاين في المنتخب التونسي هو انه البنك ما عندوش لانه شفنا في المباراة الأولى وان كان مستوى عالي وكانوا لعبين في المستوى لكن البداية اللي تتعبوا لعبين اللي تتعبوا اللعبين اللي دخلوا وعوضوا اصحابهم ما جابوش من الله ما جابوش اللي بليس لا كاش المستوى في منتخب تونسي قص لما نشوف منتخب سينيغال ديانك دخل سجل لما نشوف منتخب ايران في المستوى العالي هذا هو المستوى العالي هذا هو أنا نقول اليوم انه المباراة هذه راح تكون ما نقولك شف المتناول هي انه راح تلعب كأس عالم اليوم شفنا ايران في المستوى تايران عاود قلب الاية شفنا المنتخب السعودي مع الارجنتين كيف كيف الارجنت لازم تحافظ جاتك فرصة لنستغلها تحافظ على الاداء تاعك تحافظ على العزيمة على اللاقرينتا نعم الفوز لازم تبحث عنه ما تسناش يجي واحده سرقه لازم تروح ليه تكروفوكيه باش يجيبه الارجنتين باش يحط روحه في ارياحية وزيد يكسب ثقة كبيرة لو كان غدوة يزيد يفوز بالمباراة راح المنتخب راح يقوى ويكبر نعم فعلا هذه الفرصة ما لازمش يراطيوها المنتخب المنتخب ما لازمش